أتحول الآن لسارة السفير أحمد عبداللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام سارة السفير مساء الخير أولاً كيف ترى إمكانية تحقيق مفهوم الأعمار المستدام بعد كل ما سبق من مشاركات شكراً جزيلاً فخامة الرئيس تحياتي احتراماتي أولاً في نقطة أحب أوضحها إعاية الأعمار لفترة طويلة لم يكن أولوية للمجتمع الدولي المنظومة الدولية للسلم والأمن ترتكز على منع النزاعات ثم تسوية النزاعات من خلال جهود التفاوض والوساطة ثم الوصول إلى هدنة وقف إطلاق النار وإتفاق سلامي فقط وده ظل الوضع لسنوات طويلة إنما أدرك المجتمع الدولي مؤخراً أن هذا ليس غير كافي لتحقيق استدامة السلام وهذه أول نقطة أحب أركز عليها إن إعاية الأعمار لابد أن تكون أولوية في العمل الدولي والإقليمي والحقيقة أن مصر كان لها دور ريادي في إعادة توجيه منظومة عزل الأعمال الدولي لتجعل من إعاية الأعمار أولوية حالياً في الأمم المتحدة مصر بترأس لجنة بناء السلام وجهاز الرئيسي للأمم المتحدة لدعم الدول الخارجة من النزاعات على مستوى الأفريقي السيد الرئيس يتولى ريادة إعاية الأعمار في الاتحاد الأفريقي وأطلقت مصر الشهر الماضي مركز إعاية الأعمار للاتحاد الأفريقي الذي سيكون مقره في القاهرة وهذا المركز سيكون له دور كبير في نقلة نوعية للعمل الأفريقي في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات أفضل ممارسات بناء القدرات في عام 2019 لما مصر رأس الاتحاد الأفريقي أطلقت منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين برعاية السيد الرئيس وهو منصة لدعم جهود بناء السلام وتسوية النزاعات في القارة الأفريقية في مبادرات عديدة قيادة سياسية مصرية جعلت من إعاية الأعمار أولوية وطنية دولية وإقليمية ونرى أيضا على مستوى الأرض الواقع ومستوى المادي الدعم المقدم من مصر للدول الشقيقة العربية الأفريقية في البنية التحتية في غزة تم مشروع ضخم 50 مليون دولار لإطلق مرحلته السنية في ديسمبر الماضي ولكن أيضا البنية التحتية في العراق في لبنان في جنوب السودان إسهام ملموس وعلى أرض الواقع لمصر في الدول التي تواجه خارجا من النزاعات عديد مؤسسات الدول المصرية بتساهم أيضا ببناء القدرات كوادر هذه الدول وصحيح هذه الدول كوادرها بتنظر لمصر تجربة ناجحة في السنوات الماضية تجربة تم فيها تحقيق الاستقرار، قضاء على الارهاب، بنية التحتية، تمكين المرأة والشباب فهي تجربة متكاملة بنعمل على ناكل خبراتها وخاذي الخبرة المصرية للدول الثانية هذه ممكن نقطة أخرى موضوع التمويل، كلمنا عليه أن التمويل ليس كافي بالنسبة لإحتياجات هذه الدول وده تحدي حي وده أولوية المصر في خلال رئاسة راجعة بناء السلام دعم التمويل الدولي لبناء السلام تمويل الأمم المتحدة كله بيعتمد على مساهمات تعوعية للدول المناحة المختلفة وده ليس بالكافي، وشفنا في إجراءات تعافي كورونا في مليارات من الدولات يمكن أن تضخ لهذه الجود، وده مسؤولية كبيرة على الدول المتقدمة خاصة، وهي لاجب أن ترى أن استثمارها في قاعدة الإعمار وأيضاً استثمارها لمنع والتصدي لتدعيات النزاعات وفشل قاعدة الإعمار، مثل النسوح القصري والهدر الغير الشرعي لكن سيد سافير، هل ترى بأنه لابد أولاً من تحقيق تسوية سلمية على الأرض لكي تبدأ عمليات عادية الإعمار؟ يعني هي من الصعب، نحن نرى أن هناك جهود تسوية سلمية وتواجه الصعوبات وتواجه التحديات ولابد أن الأعادة الإعمار يبدأ في نفس الوقت تقريباً، يعني نحن نرى هذا في دول كثيرة أن يتم الوصول إلى التفايل الإسلام لما لا، هذلك لا يؤدي إلى انتهاء التوترات والعنف، وجهود الأعادة الإعمار لازم تبدأ مبكراً بخطة واضحة طويلة الأجل لمواجهة هذه التحديات أخيراً، موضوع مهم جداً، هو موضوع بناء القدرات السيد الرئيس تحدث أن في مواجهة تغير المناخ هو الإنسان له دور رئيسي وأساسي وأنا أعتقد نفس الحاجة في إعادة الإعمار، الإنسان له هو الدور الرئيسي الموارد البشرية، الموارد المادية المالية ليست كافية بدون وجود كوادر مشاريع مضربة لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار لوضع الخطة الطويلة للأجل كوادر لها رؤية وطنية في هذا المجال ويمكن هذا، عندما نبص على التوصيات، عندما ننظر في المنطاقة العربية، هناك محدودية كبيرة في البرامج التدريبية والبناء القدرات خاصة للشباب في مجال بناء السلام وأعادة الإعبار وهذا مركز القاهرة يكون بإعداد برنامج مخصص للشباب في هذا المجال علماً إن الشباب زي ما تقال هم أكثر تضرراً من النزاعات وفي نفس الوقت هم عندهم أفكار وحلول مبتقرة لمواجهة هذه التحديات أشكر سياتك شكراً جزيلاً سارد سفير أحمد عبداللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام